وشاهدين إلى موجز لأهم الأخبار قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى ظهر اليوم وفي معيته سمو ولي العاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله بزيارة إلى مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر وكان في استقبال سمو رعى الله وزير العدل ووزير الأوقاف والشعور الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع حيث تفقد سمو حفظه الله إرجاء المسجد وذلك بعد الانتهاء من الترميمات والإصلاحات لكافة الأضرار إثر الهجوم الإرهابي الشنيع العام الماضي ثم قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العاد بالتوقيع على سجل التشريفات وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العاد حفظهم الله بالسلام على أهل شهداء الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي الآثم مؤكدا سموه لهم أن وحدتنا الوطنية هي السياج المنيع لحفظ الأمن وما يتحلى به المواطنون الكرام من روح وطنية سامية ومشهودة جبل عليها أبناء الكويت من محبة وتفاني لوطنهم وولاء الله سيصد بعون الله تعالى كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية متضرعا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلبس المصابين ثياب الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت العزيزة وأهلها الأوفية من كل شر ومكروه ويدوم عليها نعمة الأمن والاستقرار كما أشار سموه للعاد حفظه الله أنه بعد مرور عام على هذا الحدث الجسيم الذي لحق بمسجد الإمام الصادق عليه السلام وما شابه من دمار وخراب نتيجة فكر إرهابي منحرف فإننا نحمد الله جميعا على إنجاز بفترة وجيزة وعودة الحياة إلى سابق عهدها كيد واحدة لنتبت وحدة الأمة في مواجهة أي انحراف سائلنا المولى عز وجل في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن يوحد جهودهم لما فيه خير وسلامة الأراضي واستقرارها مؤكدا سموه على أن الشعب الكويتي قيادة وحكومة وشعبا أسرة ويدا واحدة في السراء والضراء هذا وأدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العاد حفظهم الله الصلاة في المسجد رافق سموه رعه الله خلال الزيارة سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح ومعالي وزير الشيون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أحمد الصباح شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم احفظ الكويت واهلها من كل مكروم مشاهدين الكرام وصلنا الى ختام هذا الموجز في امان الله